السلام عليكم اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعنادوهم حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية ان شاء الله بهذا الفيديو راح نلقي الكلام الشيخ الفاضل عقيل الحمداني والذي سيبين أو سيتكلم بكلام علمي بحث بخصوص الرواية المرسلة الموجودة في كتاب أو نعم في كتاب رجب البورسي مشارق أنوار اليقين بخصوص أن الإمام علي عليه السلام هو الذي دفن نفسه لنستمع إلى تمام الكلام وإلى الرد العلمي من الأستاذ الشيخ الفاضل الشيخ عقيل الحمدان لنستمع إن شاء الله إلى تمام الكلام وأكتبونا ملاحظاتكم وفي أمان الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أعظم الله لنا ولكم الأجر بشهادة أمير المؤمنين اشتهرت هذه الأيام رواية مفاتها أنه في قضية دفن الإمام علي عليه السلام وجده فارسا وسأل الإمام الحسن عليه السلام قال له أنت الحسين قال نعم وأنت الحسين قال نعم قال سلماني جنازة علي وانصرفة فقال له إحنا لما نسلم هذه الجنازة إلا للخضر عليه السلام وهذه التفاصيل من أنت قال أنا علي بن أبي طالب أنا أروح علي وهالتفاصيل أولاً مولانا هذه الرواية نقلها العلامة المجلسي في البحار عن كتاب مشارق الأنوار للبرسي الرواية أولاً مرسلة ثاني شيء منقول عن أناس لا يعرفون قال حدثني أو نقل عن محدثي أهل الكوفة ثالث شيء هذا نص كلام العلامة المجلسي بعد نقله الخبر قال لم أرى هذين الخبرين إلا من طريق البورسي ولا أعتمد على ما يتفرد بنقله ما أعتمد على ما يتفرد بنقله لا حول أيضاً قال العلامة المجلسي عن كتاب مشارق الأنوار كتاب مشارق الأنوار وكتاب الألفين للحافظ رجب بورسي لا أعتمد على ما يتفرد بنقله لاجتمال كتابه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع وهذه الرواية مخالفة لما نقله في شهادة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم من مشهور علماء الشيعة وإجماع علماء الشيعة منها رواية الشيخ الصدوق ورواية الشيخ المفيد في الإرشاد جزء الأول صفحة 24 يقول فلما مات أخرجناه وجعلنا نحمل مؤخر السرير ونكفى مقدمة وجعلنا نسمع دوياً وحفيفاً حتى أتينا الغريين فإذا صخر بيضاء تلمع نوراً فاحتفرنا فإذا ساج مكتوب عليها هذا ما ادخره نوح لعليين عليه السلام فدفناه ونصرفنا ونحن مسرورون بإكرام الله لأمير المؤمنين لحظ فإذا ما ذكرت الرواية لم يذكرها علماء الشيعة كما نقلها البورسي وتفرد بنقله فإذا الرواية ردها العلامة المجلسية في البحار وإذا هي رواية في رواتها مجهولية لأنها نقلت عن محدثي أهل الكوفة ولا يعرف منهم بالتالي نحن لا نقبل هذه الرواية التي نقلت وتوقف العلامة المجلسي فيها أيضاً لا بد أن يلتفت إليه من نقله هذه الرواية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة